هلأ ما فيه الواحد يعطي جواب مية بالمية يقول للناس في حرب أو ما في حرب يعني بيعطي تأديرات تقول فيه إنه الاستنتاج الأساسي وطبعاً بضل احتمالات المفاجآت أو التدحرج الميداني بلحظة بتركك احتمالات تانية بس أنا اللي بدي يقوله بهاي النقطة تحديداً إنه الإسرائيلي بعد اللي عم نشوفه بغزة يعني بعد حرب تموز كنا عم نقول بده فترة الإسرائيلي تيرمم قوة الردة عنده وبضوء الخلاصات اللي طلعت فيها لجنة فينو جراد عن حرب تموز 17 سنة وكان معروف إنه الإسرائيلي عندما يجد إنه الوقت مناسب وهلا بنقول ليش كان بردو يعمل الحرب بدون ما ينطر ذريعة هو بيخترع الذريعة الإسرائيلي إسرائيلي على مدى 17 سنة حدد المخاطر اللي بتهدد أمنه القومي كان عم بيحدد إيران أولاً حزب الله ثانياً ثم غزة والضفة وبواضح إنه ركز جهده على مدى هاي الفترة كليتها بعملية الشي اللي كان عم يعملوا حرب الظلال مع الإيرانيين بالبحر اغتيالات الخبر النوويين العمليات الأمنية ووصولاً إلى قتل سليماني بالمقابل اجت سبعة أكتوبر شو قالك سبعة أكتوبر قالك إنه كل منظومة التأدير والرصد الإسرائيلي بالمعنى الاستراتيجي على مدى كل هاي الحقبة اجت أعطت نتائج معاكسة سبعة أكتوبر مفترض إنه حماس مردوعة يعني بعد ما صارت محاصرة وما عم تقدر لا تكل ولا تشرب ولا عم بيكوت عليها شي عملت شغلة أسطورية بسبعة أكتوبر حركة حماس إيران ما بتفوت على الحرب فاتت على بلحظة ملحظات شو حدودة هيدا موضوع تاني الحوثيين ما حدا عاملوا نحساب حزب الله وما أدركها ما موضوع الجبهة الشمالية أنا باعتقد إنه بضوء هذا الشي اللي صار الخلاصة إنه اليوم تيرجع يرمم الإسرائيلي قوة ردعه بعد حرب غزة بده وقت لذلك الآن لا يملك لا الإرادة ولا الأرار ولا القدرة ولا الخطة ولا الاستراتيجية تيروح على هذا المحل لأنه تيروح على جبهة جديدة يعني إيه ما تيروح على هذا مطرح تاني يمكن يمكن حتى إذا بدك تروح أكتر من هيك حرب الاستنزاف يمكن بتناسبه أكتر للإسرائيلي بهالمعنى النقطة التانية إذا بدك نحكي فيها عن هذا الموضوع هي أولا عم نحكي عن الأرار الإسرائيلي مش متوفر لا على المساوى السياسي ولا على المساوى الجيش اثنين الأرار الأمريكي التغطية الدولية مش متوفرة يعني من كم يوم بيان الخارجية الأمنية عم تحكي أنه التصعيد على الجبهة الشمالية قد يدفع إيران إلى الدخول لا وإنه ممكن يلحق ضرر بأمن إسرائيل يعني مش خايفانين على حدا تاني على أمن إسرائيل بيان القمة بباريس كمان بيقول حول موضوع الاستقرار ولبنان ما عم بيعطي غطل الموضوع وانت بتعرف اليوم جزء أساسي من استمرار حرب غزة هي تغطية أمريكية للحرب اللي عم تصير هناك واللي صار من مخيم نصيرات بيأكد نظرية التغطية الأمريكية بنحكي عنها إذا بدك بالأخير مش رح نفوتها هلأ بموضوع الجنوب النقطة الثالثة هي العلاقة باللي هو خلينا نسميها الوعي الإسرائيلي بحربه بيرده على 7 أكتوبر بده يعمل كيلة الوعي عند الفلسطينيين لأجيال أجيال من الفلسطينيين ما تفكر ولا تتجرأ تعمل اللي عملته ب7 أكتوبر وكل شعوب العالم العربي والإسلامي ما تفكر انت اليوم اللي عم بيصير بالجبهة الشمالية أولا انت بيدرت للحرب انت بيدرت للحرب خلينا نسميها جبهة إسناد بيدرت لإلى وصلت عامل 2000 عملية وبالتالي انت عطي أكثر من 2000 ذريعة للإسرائيلي لا يعمل حرب عليك لأنه انت اللي بلشت والإسرائيلي هو في موقع اليوم شو بيطلع الجيش الإسرائيلي ببياناته بيقول انه قام الجيش الدفاع الإسرائيلي بكذا ردا على كذا كذا هايدي نحنا يعني بأدبياتنا وبقاموصنا العربي ما كان موجود هذا المصطلح بهذا النقطة انت هو كان تاريخيا يهجر انت صرت عم بتهجر نموذج موضوع الحرائق السنس جورجي اللي صار بالأيام الأخيرة هل تعلم انه الإسرائيلي توسل توسل عبر اليونيفل من أجل يعني بعد شوية بده يقول انه عملونا وقف اطلاق نار وقف الصوريخ لفترة معينة بس خلينا نطف بالحرائق اللي عملناها علما انه الإسرائيلي توجهت له نصائح قبله انه وقف اطلاق الفوسفوري على المناطق الجنوبية نحن منوقف اطلاق القذائف هو مفترض انه هو بيقدر يعمل يده الطولة بهذا المحل والاخرين مش قادرين يعملوا شي اضف الى ذلك في تراكم واضح انه اجت الحرق تقولك انه في تراكم بالقدرات عند حزب الله مثل ما كان الإسرائيلي مش قاعد مكتف على مدى 17 سنة كمان حزب الله كمان حزب الله واضح انه مش كان مكتف على هده النقطة اول شي انت بتنتبه انه الإسرائيلي كشفوا راقه من اول يوم يعني انحنا اللي عم نشوفه من الإسرائيلي مرات بقدم شوية بالعمق بغير الهدف بس عمليا الفكرة الاساسية عن الإسرائيلي مو سيارة بتطلع يا بتخصف بيت يا بتغل على يعني على موتو سيارة نعم واغتيالات عمليا صار هو اذا بدك بهالمعنى يعني في وجع انه وقت يعني بتحكي انت عن اكثر من 300 شهيد لحاله لحزب الله لحاله غير المدنيين وفصائل المقاومة التانية النقطة التانية انك انت فوضت الكورنت من بداية المعركة وبالتالي شطبط له احتمال الحرب البرية نقطة الاضافية موضوع المسيارات انت ما تستقل موضوع المسيارات اسرائيل باني منظومته الردعية والقب الحديدية على قاعدة انه ما بيقدر حدا يوصل الايرانيين بعتوا 100 طيارة تنقل مسيارة موصل لطولة واحدة لهونيك انت اليوم تبعت اربعة في احتمال اربعة يفوتوا او اذا بيفوتوا ثلاثة بترجع واحدة عم توصل على 35 كم المسيارة وبالتالي سؤال اسرائيلي مش عم بيلاقي له حل انه طب انا شو عملت هالفترة كليتها شو السر اللي عم تقدر هاي دي لتخرق المنظومات طبعا زد على ذلك قبل انه هو ضرب القب الحديدية ضرب المنطاضي اللي هو مخصص لرسل المسيارات كل هذه المعطيات لا انا بدي كمل لنقطة اللي صار تطور هذا الاسبوع سلاح الدفاع الجوي حزب الله سقط هيرمس 450 بتقريبا من حوالي من كم شهر وهلأ سقط الهيرمس 900 تطور الكبير اللي صار هذا الاسبوع عندما اعلن حزب الله انه هو سخدم صواريخ الدفاع الجوي بمواجهة طيران الحربي وهذا ربطا قال بالاعتداءات وحتى بموضوع الجدار الصوت اليوم عم بيكون عنصر يعني تخويف للجنوبيين ببيوتهم عم بتتكسر ببيوتهم حالة هلع الى اخرين الشي اللي بعده اذا بدك ما اكتشفنا حجمه ولا اكتشف حجمه الاسرائيلي واللي هو نقطة كتير مهمة هو موضوع السلاح المنظومة الصاروخية وهذا اللي بفسرك اليوم وقتلي نحنا عم نعدهم موضوع الكورنت وموضوع المسيارات وسلاح الدفاع الجوي الاسرائيلي ما بدي بالغ يعني بس انا بقول يمكن هدا تحليل انه نص الاغتيالات اللي عملها للشباب المؤومين هن اللي بيشتغلوا به هات 3 قطاعات تحديدا او بالقطاع الرابع اللي هو المنظومة الصاروخية الخلاصة اللي بدي اقوله انه اذا كانت حماس يعني بتملك بقوله الاسرائيليين ساعة بقوله 10 15 20 الف صاروخ اذا كانت بتملك 10 حزب الله بيملك 100 اذا كانت بتملك 20 بيملك حزب الله 200 اذا بتملك 30 يعني بيملك حزب الله 300 اذا ايدي حماس اللي هل قدي صره 8 شهر الاسرائيلي بعده بيفوت وبيظهر وبيعمل هلا بنحكي بعدين على موضوع حتى قصة النصيرات غير انه عامل انجاز ما فيك تقول الا انه عامل انجاز بس انه عامل انجاز مع امريكا وبريطانيا وفي قوة على الارض والاخرية تحرر اربع يعني هنه 3 بالمية من الاسرة فكيف مع حزب الله يعني بهون زد على ذلك العمق الاستراتيجي للجبهة اللبنانية اللي هو مفتوح عمليا على مدى يبدأ من بيروت الى طهران مرورا 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 للاخرية انا برأيي انه هذا بالخلاصة بيعمل لك انه اليوم انت منسوب التصعيد رح يضل ضمن مدى معين في مدى جغرافي بيطلع وبينزل حزب الله مش عم بيحكم حاله بقاعدة التماثل بالضرورة انه والله هو فاتها القدي انا فوتها القدي عم بيحكم حاله بمعادلات عم ينتجها بجزء منه كشف اوراق ردع مثل موضوع سلاح الدفاع الجوي موضوع البقاعة ربطا بالجولين بس انا بتأديره سيبقى ثقف منضبطا والاسرائيلي مش قادر يعمل حرب وبالتالي انا برأيي ما في حرب موضوع البقاعة